مستر أسيريو من المدربين المحترمين قوي اللي أنا مقتنع بيهم قناعة لسه أقولك أنت إيه رائك في أسيريو من المدربين اللي أنا مقتنع بيهم قوي فنيا وإن الراجل ياخد الفرقة دي اللي قبل ما تيجي قبل ما ييجي كان سوري بيتغرب من أي حد أو يخسر من أي حد أو مش سهل إن الزمالك يكسب أي حد إن هو يعمل النتائج دي مع ناد الزمالك ويعمل الأداء ده ويعمل الشكل ده مع المجموعة دي لا ده نجاح كبير جدا دي إن الراجل ده فعلا عنده حاجة بيعملها عنده شغل بيعمله وبدأ كمان لعبت الزمالك أسخد بالك الفكرة مش بس نتائج لأ الكرة اللي بلعبها أيوة في فرق كبير قوي قوي بين إن انت بتلعب كرة حلوة ممتعة وبتعرف تدافع وبتعرف تهاجي أيوة يعني عنه هو كان عنده طبع مشايق كبير لدفعي هو تحسن كسيا في البطالة العربية الحديدة ليه بقى إن الكوالة اللي عيد مش آه مش اللي يعملك لاتنين الله ينور عليك ده كويس قوي إن انت حفزت وبدأت تحفز طريقة اللعب وشكل اللعب صح تعملها بقى بجودة عاملة إزاي إن جودتك تبقى عالي قوي محتاجة كوالة اللعبة عالي جدا يعني بص كوالة زيزو بص كوالة فتوح بص كوالة شيكا بص كوالة المسلوس هتلاقيهم بينفزوا وبينفزوا بكوالة عالي إنما الباقية عصر انت بتشتغلش في الكرة يا كريم احنا 11-11 صح مش لعبة فردية صح فلازم يبقى حتى الكلام دلوقتي يمكن لما بيحصل كلام مثلا زيزو ولا فتوح ولا 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 يقولك أجماعة احنا محتاجين تدعيم الفرقة محتاجة تدعيم لما لو قفلت على زيزو في الدور المصري وده بيحصل الزمالك بيبقى وحد